أداء الحكومة أصبح سيئا ومقلفا إلى درجة أن المكونات الأساسية دائمة لها تتأذى منها ولأجل ذلك كان موقف الرئيس به بر الرافط لدبني كل أدائها وهو ما يؤكد صحة أداء قوى 14 أذار في مواجهة ومطالبة رحيل هذه الحكومة هذه الحكومة ميتة سريريا وهذه الحكومة لا زال فيها شيء من التنفس الاصطناعي يضخ فيها الهواء والأكسجين حزب الله لأنه لا يريد هذه الحكومة أن تموت في الظروف الحالية أما لو تركت الأمور خارج إطار أو بعيدا عن السطو من خارج المؤسسات كانت هذه الحكومة سقطت منذ فترة ملف استئجار البواخر لتوليد الطاقة قد يكون ملفا تفجيريا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أمام طرحين معاكسين الأول باسيل والآخر الذي من المكرر أن يقدمه رئيس الحكومة الأسبوع المقبل ما العلم أن الهيئة النظمة التي يجب أن تهتم بهذه الأمور التقنية لم تتألف بعد ما نراه اليوم بأن هناك قفز فوق الهيئة النظمة وهناك معمول نوع من لينك أو تحالف بين وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية يحاول أن يذهبوا أن يكون الالتزام من جهتهم والرئيس مقاطي يواجههم بطرح تاني والهيئة النظمة التي يجب هي أن تكون من يعد الملف مغيبة ولم يتم تشكيله انسجاما مع القانون مع القوانين النافذة في البلد هذا 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 يعني كل هذا الإداء يشير إلى شيء وحيد هو العيب البنيوي في تشكيل هذه الحكومة أما إيران التي تنتظر رد الحكومة اللبنانية على عرضها لتوليد الضاقة إلى لبنان فمسألة تطرح الكثير من المخاوف والتساؤلات في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران وتدعيتها على لبنان في حال وافق على التعاون مع الجمهورية الإسلامية وخصوصا أن تحذيرات نائب وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب ديفيد كوهان من التعامل مع إيران وسوريا لم تنجلي بعد أولا فلتحل وضعها مع الشرعية الدولية نحن ما فينا النقض الشرعية الدولية ثانيا نحن ألنا مع إيران مشكل بأنه نحن نريد لإيران انطفعاتها معنا كلبنانيين من خلال دولتنا نحن لحد الآن مع بيننا وبين إيران في مشكل بأنه إيران تتعاطى مع بعض القوى والأحزاب اللبنانية من خارج إطار الدولة اللبنانية تدرب وتسلح وتمول فئات سياسية لبنانية دون أن تستشير أو دون أن تأخذ بعين الأتبار المصلحة اللبنانية والقوانين اللبنانية والانتظام اللبناني وفي الملف السوري يرى عضو تكتل لبنان أولا أن البيان الرئاسي في مجلس الأمن لم يكن على مصر وتضحيات الشعب السوري لكنه رأى بعض الطراوة في الموقف الروسي وإذا ما أحسن العرب الضغط على موسكو يمكن أن يجعل الموقف الروسي يتغير لمصلحة الشعب السوري موسكو